موسيقى صرح وزير المالية للبريطاني ريشي سوناك أن بنك إنجلترا المركزي يركز على إعادة التضخم إلى مستوها المستهدف البالغ 2 في المئة وأضاف سوناك أن دور بنك إنجلترا هو السيطر على التضخم وكان التضخم في بريطانيا قد وصل إلى أعلى مستوى منذ أربعين عاما إذن معنا في هذه الأسناء من دبي رائد الخضر كبير استراتيجي الأسواق في إيكوتي جروب أهلا وسهلا بك رائد ويعني دعنا نقف على هذه التراجعات الجماعية التي تنتظم المؤشرات في العالم خاصة تراجعات البارحة ما هو مردها إلى أي مدى تستمر حالة الضبابية وعدم اليقين في الاقتصاد يعني طيب بلا شك نحن نرى أن الأوضاع الحالية في الأسواق مردها أن التضخم المرتفع ومخاطر الركود التضخم يبدأ تخير بشكل كبير على الاقتصادات العالمية والخطوات تتسارع حقيقة لتشديد السياسة النقدية ورفع أسعار الفائدة بشكل سريع سريعا على الاقتصادات العالمية نحن شفنا الاقتصاد الأمريكي يقترب ممكن برفعات إضافية خلال تعاملات هذا العام ووصول إلى مستويات قريبة من 3% فقط لمجابهة الركود التضخمي أو التضخم المرتفع وبالتالي تفادي الوقوع في إن كماش اقتصادي بين سبب التضخم المرتفع في نقطة أخرى عندنا كمان الاقتصاد البريطاني أيضا يسعى إلى رفعات في أسعار الفائدة بشكل أكبر وممكن يكون في عندي يعني مثل ما ذكرت التضخم حاليا عند أعلى مستوياته في 40 عام ويعني يدق نواقيس الخطر بشكل كبير الاقتصاد الأوروبي ربما الشهر القادم أو الاجتماع الذي يليه سوف يكون حكما هناك رفع في أسعار الفائدة إذن خطوات سريعة لتجديد السياسة النقدية لمجابهة التضخم الذي خلينا نستذكر مع بعض تم ذكره أكثر من مرة بأنه مؤقت ولكن كان هناك مبالغة في الإبقاء على السياسات التحفيزية والتيسيرية من قبل الفدرال الأمريكي ومن قبل الاقتصادات الأخرى بالتالي بصياغة أخرى إذا من التعريف النظري للتضخم هو أن يكون عندي ربعين متتاليين من الانكماش ولكن مع نظرية الاقتصاد الحديث التي نعيشه حاليا هذا التباطئ يتم حسبانهم مسبقا في الأسواق وبشكل سريع جدا حساسية الأسواق للأخبار أو للأحداث أصبحت أكثر وأصبحت تسعر قبل حدوثها بكثير نسبيا لذلك نرى هذه الموجة الحمراء واضحة جدا على معظم الاقتصادات وعلى معظم الأسواق العالمية الرائد يعني يبقى هناك السؤال المهم يعني ولعلكم أنتم أيضا يعني تحاولوا الإجابة على أي ثم يتعلق بهذه المعادلة الصعبة بين رفع معدلات الفائدة وكبح جمع التضخم والحفاظ على مستويات النمو في العالم والبعض يراهن بأن معدلات الفائدة وحدها غير كافية للتصدي إلى التضخم كيف ترى أيضا وترون هذا المشهد المعقد يعني أعتقد خلينا نقول ركود التضخمي هو عبارة عن وجود لتضخم مرتفع وفي نفس الوقت تآكل في النمو ومن ثم وصولنا إلى يعني مرحلة انكماش في الاقتصاد وتراجع وراءات سلبية المعادلة صعبة لكن هناك إيجابيات مع ارتفاع الأسعار وارتفاع مستويات تضخم تتجه أو يتغير نموذج الاستهلاك وبالتالي يصبح لدينا ترشيد استهلاكي اضطراري من قبل المستهلكين إجمالا في الاقتصادات على مستوى العالم وهذا ما يضغط مرة أخرى على الأسعار بالاتجاه للانخفاض بالتالي يكبح جماح التضخم نسبيا وهذا يتم ترجمته في سياق آخر بأنه كمان عندي ضعف في النمو ولكن الأداة الأساسية التي يتبعها صناع سياسة النقدية هي رفع أسعار الفائدة وبالتالي رفع أسعار الفائدة يساعد في تخفيف المخاطرة بإجمالا في الأسواق سحب الفائض من السيولة الموجود في السوق والذي يؤثر على المضاربة وعلى ارتفاع أسعار المستهلكين إجمالا وتوفير الفرصة الخالية من المخاطرة بشكل عام هذا ما يتم تحقيقه في الوقت الحالي بالتالي ما تم توفيره من زخم من السياسات النقدية وسيولة وقروض رخيصة الآن سوف يتم امتصاصه تدريجيا من السوق وبالتالي تبقى لدينا القطاعات الأساسية المهمة نعم أشكر لك هذه الإجابة رائد نعتقد أن نعارج على النفط يعني أن تتنفس الصين الصعبة حتى يؤثر ذلك مباشرة على أسعار النفط هل هذا هو كل شيء في أسعار النفط أم أن هناك مؤثرات أخرى على الاجتفاعات النسبية التي تطرأ على أسعاري يعني حقيقة النفط سوف يكون متجهة أكثر نحو ضغوط نوعا ما بالاتجاه الهابط أكثر من أن يكون في عندي تعافي أو ارتفاعات قوية لأنه أنا مع استعادة الصين يعني خلينا نقول طلبها المعتاد من النفط في نفس الوقت أنا في عندي سهولة في سلاسل التوريد جمالا وبالتالي أعود لمزيد من الخامات للأسواق مرة أخرى بالتالي ذلك يخفف الضغط أيضا مع سياسات التشددية في السياسات النقدية هذا يخفف عندي من سهولة الاختراض بالتالي التوسع في المشاريع ممكن أن يضعف وبالتالي يضعف الطلب نسبيا بالتالي أي زيادة ممكن أن تتم تتحقق من عودة الاقتصاد الصيني لتوازنه عم تكون عندي مرة أخرى بنتيجة السياسات التشددية وسحب السيولة الرخيصة يؤثر مرة أخرى أنه عندي يعيد النفط إلى التوازن أعتقد المستويات الحالية ممتازة جدا للتوازن نحن عم نشوف المئة وستة دولار بالنسبة للWTI في الوقت الحالي ممكن أن تستقر عند هذه النقطة وممكن تميل أكثر بعض الشيء لضغط بالانخفاض أعتقد فورة الارتفاعات اللي ممكن نحن شفناها على أسعار النفط إجمالا وصلت إلى دروتها وبدأت فعليا أنه تحقق شرط التوازن السعري اللي ممكن هو يكون عند المئة أقل بعض الشيء أعتقد هذا هو المستهدفات الحقيقية للمدى المتوسط إلى الطويل نعم رائد الخضر كبير الإستراتيجية الأسواح في إكتبروك شكرا نيوزي للمشاهدة شكرا